السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي ومتابعات القناة لأن هذه الحلقة عن أفضل خمس عطور نسائية صيفية بما أني عملت حلقة قبل شهر تقريبا عن أفضل خمس عطور صيفية رجالية وهذه أول حلقة أسويها عن عطور نسائية بالتحديد ومرة ثانية عندي شرطين في العطور الصيفية الشرط الأول أن يكون منعش من البداية حتى النهاية لأنك أنت آخر اليوم ما تريد يعطر يتغير ويصير شتوي أو يصير عمير أنت تريدي عطر منعش خلال النهار خلال يوم عمل كامل على الأقل الشرط الثاني أن يكون فوحان أو ثبات جيد خصوصا للفوحان على الأقل أنت شخصيا تقدري تشمي العطر إذا كان العطر يختفي مباشرة في عطور صيفية كثيرة ترشها بعد فترة قصيرة مباشرة تختفي أو يصير تأثيرها قريب من الجل فأنت ما تريدي هذا الشيء تريدي عطر ينعشك أنت على الأقل والآخرين لموجودين حولك وبصراحة أنا أعرف العطور رجالية أكثر من العطور النسائية تختبر أداءهم وشفت أنهم أفضل خمسة موجودين حتى الآن من العطور الصيفية النسائية اللي أعرفهم أنا شخصيا فخلونا نشوف أفضل خمسة عطور نسائية صيفية العطر في المرتبة الخامسة أول مرة أتعرف عليه كان للعام الماضي وفي البداية أول مرة أجرب العطر قلب أكيد هذا مثل بقية عطور قيرلان البودرية لكن في كل مرة بعدها أجرب ميتسوكو أصير أحبه أكثر ويصير أكثر من مقرد عطر بودري بحثت عن العطر العطر كان بالنسبة لي مثير للإهتمام كثير والظاهر أن جاك قيرلان صمم العطر بنفسه عام 1919 يعني قبل قرن تقريبا وأكيد التركيب الحالي اللي موجودة في ميتسوكو ودي بارفام مش هي نفسها عام 1919 صار فيه ريفورموليشن كثيرة يمكن ميتسوكو أكثر واحد بعيد عن الصيف أعترف العطور اللي راح يكون في القائمة بعد شوية راح يكون صيفيات أكثر من ميتسوكو لكن العطر بارع كثير لدرجة أني ممكن أقول أنه جوكر فهو مناسب للصيف أيضا مثل زين الدين زيدان أنت ما تعرف له هو هداف وسطه مدافع هو لاعب جوكر يبهر كفين مكان تحط فيه يمكن مدافع أقل بس كمهاجم وكوسطين دين زيدان ممتاز أنا مدريدي لأن ميتسوكو يبدأ بياسمين حاج جاف حامض شوي لكن بعد ذلك يصير عطر فواكهي لكن الفاكهة فيه ما قوية ما عنيفة فاكهة لطيفة والفاكهة هذه بالذات هي فاكهة الخوخ اللذيذة في ميتسوكو بعد ذلك العطر يبرد على رائحة بودرية فاكهية لذيذة كثير وأنثوية العطر بصراحة ساحر غامض ليس للقلوب الضعيفة مش للبنت اللي هي مستعجلة أنها تأخذ عطر للبنت اللي ما تحب الوجب السريع ما تحب مكدونالدز هو كل الناس يحبوا مكدونالدز بس يمكن في نهاية الأسبوع العطر في المرتبة الرابعة هو عطر فاكهي ومعظم العطور الفاكهية أنا بالنسبة لي شخصيا رائحتها الشائعة ومكررة كثير وموجودة في عطور كثيرة نوعا ما مملة وهي العطور الفواكهية أكثر أقرب للشتاء لكن عطر ديلينا من بارفام دو مارلي صحيح هو عطر فيه رائحة الفواكه لكن أنا أشوفه ممكن تحطه في الصيف في الربيع في الأيام المعتدلة ديلينا من بارفام دو مارلي يحقق لك هذا الغرض وديلينا هو عطر الليتشي فاكهة الليتشي من الفواكه اللي أنا أعتبرها مهدأ أعصاب جذابة كثير الفاكهة فيه لذيذة إذا كنت ما تحبي الليتشي قبل أو ما جربت يتاكلي فاكهة الليتشي قبل ممكن تحب فاكهة الليتشي بعد ما تجرب ديلينا من بارفام دو مارلي يعني ديلينا هو ليتشي بالورد ديلينا هو ليتشي بالفانيلا ديلينا هو ليتشي بالأخشاب العطر يناسب البنت اللي تحب تدلع نفسها اللي تحب تخفف عن نفسها حرارة الصيف بشي فواكهي لذيذ ومميز يعني العطور الفواكهية مكررة كثير لكن الفاكهة في دي لينة بارفام دو مارلي هي فاكهة ليتشي المخلوطة ببعض العناصر اللي ذكرتها قبل شوية لكنها لذيذة ومتفردة الرائح في دي لينة متفردة بسبب الليتشي أي أحد يريد يشم دي لينة قبل لا يشم دي لينة قبل لا يروح للمحل يروح ياخذ لكيلو فاكهة ليتشي يعمل بها عصير يشم هذك هو عطر دي لينة العطر في المرتبة الثالثة من الماركة المفضلة بالنسبالي ديور وفي الحقيقة معظم إصدارات ميس ديور أنا بالنسبالي أشوفها صيفية مع عدل أودو بارفام يكون شتوي أكثر لكن معظم إصدارات ميس ديور رائعة في الحقيقة لكن شيخ خم بالنسبالي اللي هو شيخ خم لأنه هو يناسب الصيف أكثر هو روز آن روز صحيح هو إصدار 2020 يعني قبل سنتين لكن ميس ديور روز آن روز آن روز تغلب على البلومينك بوكه嗦 البلوم инك بوكه ورد لطيف أنثوي جدا لكن الروز آن روز آن روزrops ر blues جريق جدا بالمقارنة مع البلومينك بوكه البلومينك بوكه اللعب فيه لطيف أنثوي خفيف بالتأثير مش خفيف بالفوحان La فوحانة جيد لكن العطر يتصرف بطريقة باردة بطريقة لطيفة جدا الروم عرز آن روزADAS الورد فيه جريء ومختلف عن الورد اللي موجود فيه البلومينج بوكي الورد في الروز نروز حاد جداً انفعالي انفجاري لذلك مع حرارة الصيف أنا شوفه يفوح أكثر ويخفف حرارة الجو أكثر إذا كنت تشعري بحرارة الجو الروز نروز يعطيك هذاك شعور شعور الورد القوي شعور الورد اللي فوحانة جيد شعور الورد اللي هو مختلف عن الورد اللي موجود فيه ميس ديور بلومينج بوكي في العقيقة معظم عطور الورد الروز نروز الورد فيه مختلف عن بقية عطور الورد النسائية أهم النوتات الموجودة في الروز الروز هم الورد الدمشقي والورد الفرنسي من غاس فرنسا طبعا هي عارفة أن هي نوتات كيميكالي بريبيرد المقصود أن نوت الورد الفرنسي تحاكي أو تماثل النوت العطرية الطبيعية اللي هي خاصة بالورد الفرنسي من غراس رقم 2 لاحظت أن شخصيات العطارين تظهر في عطورهم يعني مثلا البرتو موريس من ضمن العطارين أو الأنوف اللي يصموا معطر ويتحدوا بالجميع أن هذا العطر مستحيل حد يكرهها باللغة الإنجليزية يسموه ماسا بيلينك باللغة العربية يسموه العطر الذي تحبه الجموع البرتو موريس ناجح في تصميم العطور اللي يحبوها الجموع اللي صعب أي حد ممكن يكرهها فالبرتو موريس صمم معطر قوتي بلوم وقوتي بلوم هو من ضمن عطور الياسمين الفواحة جدا بدايته الياسمين منفجر فيه طخ دخانية صغيرة تشبه اللي موجودة في كريد هملايا تجيه رايحة مقدمة قوتي بلوم ثلاث نوتات فقط في قوتي بلوم هذه بقرية البورتو موريس النوتات العطرية في قوتي بلوم هي الياسمين زهرة مسكروم، وربع هاته الراونغون كريب هذه هي النوتات فقط اللي موجودة في القوتي بلوم من الياسمين حتى قادة الأطر قادة الأطر تصير زهرية سويتية وفي الحقيقة اللي تحب الياسمين مستحيل أو شبه مستحيل انها ما تحب القوتي بلوم خصوصاً كعطر صيفي وعلى كل حال معظم اصدارات القوتشي بلوم انا بالنسبة لي هي اصدارات جميلة خصوصا القوتشي بلوم اكوا دي فيوري في المرتبة رقم واحد اللي شاف حلقة افضل عطور صيفية رجالية افضل خمسة رح يلاحظ اني كنت حاط اللايت بلوقو انتنس رجالي كرقم واحد وهذه المرة ايضا رح حاط اللايت بلوقو انتنس النسائي كافضل عطر نسائي صيفي بالنسبة لي شخصيا حتى الان على فكرة دولتينقابانا لم اعطنا نشط حتى اختار هذا الى مرة ثاني من دولتينقابانا اللايت بلوقو انتنس النسائي لكن و الحق يقال اللايت بلوقو انتنس النسائي مبدع تقريبا اكثر من رجالي لانه في رجال كثير يعترفوا ان هم يحبوا اللايت بلوقو انتنس النسائي أكثر من رجالي و في الحقيقة الرائحتين متشابهتين موجودة في قلب الاطر الي 합니다 المصممين موجود في النسائي لكن قلب العطر لكن قاعدة العطر الليت بلو انتنس النسائي ورجالي متشابهات جدا فهو صاير يونيسكس لكن فيه انثوية العطر فيه طابع انثوي أيضا مرة ثانية الليت بلو انتنس الرجال يمصم منها البيرتو موريس النسائي يمصم منها أنف عطري آخر اللي هو أوليفر كريس الثانين تنف الحقيقة أبدعوا في تصميم هذا العطرين أنا بالنسبة لي كعطرين صيفيين الليت بلو انتنس اختار أي واحد فيهم الرجالي أو النسائي وانت مغمض الليت بلو انتنس الرجالي والنسائي يبردوا على زواج ناجح بين العنبر والمسك الحامض بلطف يعني فيه حموضة بس خفيفة جدا ممكن ما تلاحظها الرائحة منعشة جدا وتمرد عليك حر الصيف الليت بلو انتنس رائحة نسيك الحر مثل نسمة هواء بحرية باردة في يوم صيفي أشكركم أصدقائي وصديقاتي متابعات القناة جميعا على دعمكم الدائم القناة اشتراكم في القناة دعمكم لها بالعجاب والشير وغيرها من الطرق رح يخليني أسوي فيديوهات أكثر في المستقبل شكر لكم أصدقائي كامل الصوت يحييكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر